اهلا بحضراتكم تتعظم العلاقات الاقتصادية المصرية الامريكية بمرور الوقت مدعومة بعمق العلاقات السياسية بين البلدين لا سيما في ظل الدور الكبير الذي تلعب مصر في المنطقة مما يساهم في استقرارها وهو ما تدركه الولايات المتحدة الامريكية وتثمنه في الوقت نفسه حيث تعتبر مصر شريكا استراتيجيا لها بلغة الارقام فان نمو العلاقات الاقتصادية يرتبط بعنصرين همين الاول والاهم حجم الاستثمار الاجنبي المباشر الموجه من الولايات المتحدة الامريكية لمصر والذي ينمو بصورة مستمر والثاني هو حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي يتعظم ايضا الحقيقة انه من بين من المتوقع ان ترتفع الاستثمارات الامريكية المباشرة في مصر لثلاثين مليار دولار خلال الفترة المقبلة كما سترتفع ارقام التبادل التجاري لتصل لنحو خمستاشر مليار دولار سنويا وذلك مدفوعا بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس الاعمال المصري الامريكي والذي ساهم من خلال شراكته مع مجلس الاعمال الامريكي المصري ايضا في تدعيم العلاقات الاقتصادية بل والتصدي للعديد من المواقف السلبية وتصحيح المفاهيم المغلوطة على مدار السنوات الماضية خاصة خلال فترة ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيور ايضا لعبت غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة دورا في تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما نقلت الغرفة جهود الحكومة في الاصلاح التشريعي ومن بعده الاقتصادي وهو من عكس بصورة واضحة على مكانة مصر وبالتالي كللت تلك الجهود الممثلة في بعثات طرق الابواب المتتالية بمشاركة ممثلة القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات الامريكية والتوسع في شراكتها في مصر مع زيادة حجم التبادل التجاري خلينا اقول لحضراتكم انه لا شك ان دور بعثات طرق الابواب بمشاركة مجلس الاعمال وغرفة التجارة الامريكية ساهم بشكل كبير في وضع مصر في مكانتها اللائقة والرد على كافة المزاعم من خلال لقاءات مع اعضاء الكونجرس ومجتمع الاعمال ومراكز الابحاث والاعلام الامريكي ومن قبلهم الادارة الامريكية وبالعودة للغة الاركام فان الاستثمارات الامريكية في مصر ارتفعت ل24 مليار دولار بنهاية العام الماضي بزيادة نحو مليار ونصف المليار دولار عن الفترة السابقة اجماليا مما يشير لاكتساب العلاقات الاقتصادية لقوة دافعة لا سياما مع توقعات بارتفاع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الامريكية لنحو 30 مليار دولار السنوات المقبلة وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعباء والاحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وامريكا لتصل الى 8 مليارات دولار خلال اول عشرة اشهر من عام 2022 مقابل 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2% حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الامريكية 2 مليار دولار خلال اول عشرة اشهر من عام 2022 الحقيقة انه يمكن زيادة العديد من الصادرات الى الولايات المتحدة الامريكية وعلى رأسها الملابس والتي تصل 1.1 مليار دولار سنويا يمكن زيادتها لتلاتة مليار دولار حيث يمكن زيادة صادرات مصر من السجاد والاغطية البلغة فقط 128.5 مليون دولار وزيادتها لمليار دولار كمرحلة اولى علاوة على امكانية زيادة صادرات اللداء ومصنوعاتها البلغة فقط 137.6 مليون دولار وزيادة صادرات الزجاج البلغة فقط 74.7 مليون دولار ايضا زيادة صادرات الخضروات والنباتات والفكهة من 52.7 مليون دولار لما يقرب من مليار دولار مستقبل مما يرفع قيمة الصادرات المصرية من 2.5 مليار دولار لنحو 6 مليار دولار كمرحلة اولى ثم 10 مليار دولار بعد ذلك لسيما ان السوق الامريكية تستوعب تلك الزيادة في ظل توطر العلاقات الاقتصادية مع الصين والتي تفتح الباب لصادرات مصر وغيرها من الدول لتكون بديلا عن الصين مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر